بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم والتقعيد للقول المفيد باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك أقسام أسماء الله عز وجل أولا مختصة وهي ما لا يصح إلا لله فهذا لا يسمى به غيره وإن سمي به وجب تغييره مثل الله الرحمن رب العالمين وما أشبه ذلك ثانيا غير مختصة وهو ما يصح أن يسمى به غير الله مثل الرحيم والسميع والبصير فإن لوحظت الصفة منع من التسمي به وإن لم تلاحظ الصفة جازت تسمي به على أنه علم محب الدليل الأول عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا فما لك من الولد قلت شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم قلت شريح قال فأنت أبو شريح رواه أبو داود وغيره الكنية ما صدر بأب أو أم أو أخ أو عم أو خال وهذا الاسم الذي جعل لهذا الرجل لوحظ فيه معنى الصفة وهي الحكم فصار بذلك مطابقا لاسم الله وليس لمجرد العلمية المحضة بل للعلمية المتضمنة للمعنى وبهذا يكون مشاركا لله في ذلك ولهذا كناه صلى الله عليه وسلم بما ينبغي أن يكنا به ولم يأمره بإعادة العقيقة المسائل الأولى احترام صفات الله وأسمائه ولو كلاما لم يقصد معنى مما يختص بالله أو ما يقصد به ملاحظة الصفة الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك وكذلك إذا تضمن أمرا لا ينبغي الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية والتكني مباح ولا يكن المشرك التقسيم والتقعيد للقول المفيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر